اشتركوا في القناة الهواتف الذكية والإضافة هذه هي ألعاب نتفليكس ما هو المميز في ألعاب نتفليكس مقارنة بباقي الألعاب الموجودة في منجر تطبيقات جوجل أو باقي الألعاب الموجودة على هواتف الأندرويد أو كذلك هواتف الآيفون المميز هو أنه الألعاب المقدمة من قبل نتفليكس هي ألعاب مدمجة مع الاشتراك متاعك في خدمة نتفليكس يعني أول حاجة ما عندكش أي رسوم إضافية بش تقوم بدفعها ثاني حاجة الألعاب هذية لا يوجد فيها أي أعلانات والثالث حاجة هي أنه الألعاب هذية ما فيهاش مبدأ pay to play يعني ما يلزمكش مثلا تقوم بدفع النقود بش تنتقل من مستوى إلى مستوى أو بش تقوم بتطوير اللعبة متاعك اللعب الموجودة كما قلنا مدمجة مع اشتراك نتفليكس وهي 100% مجانية وفي الفيديو متاع اليوم بش نوريكم كيفاش تقوموا بتنزيل الألعاب هذية وكيفاش تقوموا بفتح الألعاب هذية على الهواتف متاعكم ونبدأوا مباشرة في الفيديو بش نقوموا بتنزيل الألعاب هذية يكفي أنه نمشيوا للحساب متاعنا على نتفليكس ونقوموا بفتح الحساب ونختاروا البروفايل متاعنا وبعدها بش تلقى روحك في بش عنا في الدونلودز وبعدها بش تنزل للأسفل إلى أن تجد كلمة جو أو جيمز تضغط عليها أو ألعاب باللغة العربية يعني جو بالفرنسية جيمز بالإنجليزية ألعاب باللغة العربية تنزل عناها لهنا وتقعد تشوف شنية الألعاب الموجودة بش يعطيك قائمة بالألعاب اضغط على أي لعبة منهم بش يعطيك فكرة على هذه اللعبة ومباشرة بش تلقى لهنا قائمة بالألعاب الموجودة فلنفترض أنك تحب تقوم بتجربة هذه اللعبة تضغط على كلمة download this game أو install the jeu أو تحميل هذه اللعبة بعد ما تضغط عليها باش تمشي لمتجر التطبيقات متاع جوجل أو بش يعطيك المتجر تطبيقات جوجل وين بش تلقى اللعبة اللي تحب أنت تقوم بتنزيلها والحقيقة حسب ما شفت الألعاب الموجودين مقارنة باللي توقعته أفضل بكثير وفم تشكيلة ألعاب مميزة موجودة ونتفليكس قاعدة تقوم بإضافة ألعاب جديدة كل مدة إذا كانت تحب تشوف القائمة الكاملة الألعاب تضغط على الاسم متاع المطور اللي هو نتفليكس INC بش يعطيك لهنا بش تلقى قائمة كاملة في الألعاب الموجودة عندك مثلا هذه ستيكرز فاليريا دانجون دورفس ولا شنية اكستيك مايهم نتفليكس اديشن ألعاب أخرى رايس أوف أخان ذي كريسبي ستريت حصلوا العديد من الألعاب الموجودة كما قلنا ألعاب جيدة ومميزة وعندك زادة كيف كيف أسفلت إكستريم موجودة إلى أخره من الألعاب هذي بش تقوم بلعب أحد الألعاب هذي مثلا بش ندخل اللعبة هذي اللي قمت أنا بتحميلها وتجربتها اللي هي بولينج بولرز لحقيقة لعبة جيدة لقيتها تضغط على play وبعد كما قاعد نشوف في بداية اللعبة بش يعطيك شعار نتفليكس وبعد بش يقول لك اختار البروفايل متاعك اللي بش تلعب به معناها اللي بش تقوم بمشاركته في اللعبة تختار البروفايل من أول مرة وبعد يقول يدخل مباشرة للبروفايل متاعك تدخل اللعبة تمشي مباشرة لplay وتبدأ اللعب تشوفوا مثلا اللعب هذي فقط بش نوريكم للتجربة ألعاب لحقيقة كما قلت لكم معناها مهيش مقارنة معناها بالألعاب الموجودة في متجر التطبيقات فأنه الألعاب هذي الموجودة عندهم ألعاب جيدة وليست سيئة خلينا نعملوا ببوز هذي مثال اللعبة وباقي الألعاب كل كيف كيف زدك يتدخل تختار الحسابة متاعك بش يقوم بحفظة تقدم متاعك في اللعبة على هذا الحساب وتلعب اللعبة اللي تحب عليها أنت كما قلنا مجانا يعني الألعاب هذي كلها مدمجة على الحسابة متاعك في ناتفليكس ومدمجة في الاشتراكة متاعك ما عندكش أعلانات ما عندك حد شي نجمي قلقت وهكاك تلعب اللعبة بكل أريحية كانت هذه الفيديو متاعنا اليوم إن شاء الله تكون الفيديو فددكم وعجبتكم إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة تضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي بش أقولكم كان إلى اللقاء